حرام عليك يا صباح اللي انت بتعملي ده انت كده بتحرم واحد من اه وكان فين اهله يابا الخمس سنين اللي فاتوا ايش معنى ما جوش سأله عليه غير دلوقتي ربك اعلم بظروف العباد اهو طول عمرك كده يابا تحب تيجي علي عشان خاطر الناس بداجة ذاتي بعد ما وقفت جنبك بعد ما اخواتي صبيان مراموك ولا سأله عليك حتى بجنيه مالوش لازمة الكلام ده بنتي لا له يابا بقى حرام علي علشان خايفة على بيتي لا يتهدوا فجأة لقي نفسي عادة من غير راجل تقوم تسرق الراجل من اهله؟ انا سرقته يابا ده انا لقيته تاية هوم عندوش بطاقة ولا حتى في قدي شغلانة ابق انا اللي سرقته ده هوم اللي جايين وعايزين يسرقوا مني لو جاهي يوم ما عارف ان انت خبتي من اهله ساعتها يسيبك متعيش من غير راجل كنت خلتيها بجميلة وانا شعرفني يابا هم وراهم ايه مش يمكن يكون متجوز وفجأة لقي نفسي ضره هو لو كان متجوز كان يجابوها معاه وافرد بقى كانوا متخنقين معاه عشان كده مجاتش ولا حتى يا سيدي مش متجوز بس انا بقى مجيتش على هواه ده الله يتمنى لك الرضا ترضي عمره ما ينسى جميلة ده كان زمان قبل ما يعتر في اهله ويستقوى بيه افرد يابا حن للخلفة ورماني زي اللي قبله وتقدر البلا ليه قبله وقوعه ما هو اللي ما يقدرش يابا ما يعرفش يعيش ولو كنت انت قدرت ما كانش ده يبقى حالك بطلت قطمين يا صباح انا بس بوعيكي ريح روحك يابا انا وعيا النفسي قوي وحاسب حسابي ومستنية اليوم ده من زمان واول ما شفتهم جم قلت اكيد هم مفيش حاجة بتستخبه على طول يا بنتي كل مستور ولابد يجيلي يوم وينكشف ومين يابا بقى اللي ناوي يكشف ساتري الناس مشيت خلاص ومش راجعتين اوه يا با مش خير ان تعمل شر ان تلقى انا مالي منك ليه انا ماليش دعو بالقصة دي من اساسك ايوه قلبك يوجعك الشيطان يوزك ازعل وانت عارف يا با انا زعل يوحش قد ايه